هذا وكشفت مصادر طبية الناداء السرطان يصيب حوالي 35 إلى 50 ألف شخص سنويا في المغرب وأمام هذا الوضع أطلقت مؤسسة للأسلمة للوقاية وعلاج السرطان أطلقت مخططا إلى غاية عام 2020 يعد ثمرة شراكة استراتيجية بين المؤسسة ووزارة الصحة والذي تطلب غلافا ماليا إجماليا قدر بثمانية ملايير درهم المخطط يهدف إلى تقليص عدد المصابين بالسرطان والوفيات الناجمة عن هذا الداء وتحسين جودة حياة المرضى وذويهم وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة في الستوديو الزميل محمد أنس طموح أنس مرحبا بك تحية طيبة لك حسين الدين وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرامة أنس نحو خمسين ألف مصاب بداء سرطان سنويا في المغرب ما هي الإجراءات المتخذة في هذا الشأن نعم حسين وهو رقم مغول ونتمنى شفاء لجميع المرضى حسين فمرض السرطان يصيب في المغرب حوالي خمسة وثلاثين إلى خمسين ألف شخص في السنة ولمحاربة هذا الداء تم إطلاق مخطط تمتد فترة تنفيذه على مدى عشر سنوات بدعم من الأميرة للا سلمة رئيسة مؤسسة للا سلمة للوقاية وإعلاج السرطان هذا المخطط يعد ثمارة شراكة استراتيجية بين المؤسسة ووزارة الصحة والذي تطلب غلافا ماليا إجماليا قدر بثمانية ملايير درهم وإهدف إلى تقليص عدد المصابين بالسرطان والوفيات الناجمة عنه وتحسين جودة حياة المرضى وذويهم خاصة من خلال استهداف الوقاية والكشف المبكر والتكفل بالتشخيص وعلاجات تخفيف الآلام وعرض علاجات ذات جودة على مستوى كل الترابي الوطني المغربي وأمام هذه المعطيات وهذا العدد الهائل والكم الهائل من المصابين بداء السرطان المغرب اتخذ مبادرات هامة في مجال محاربة هذا الداء أنس نعم حسين فقد اتخذ المغرب العديد من المبادرات الهامة في هذا المجال خاصة عبر القيام بحملات تحسيسية وتعبئة في مجال التشخيص فضلا عن اتخاذه لإجراءات ترمي إلى تأمين الولوجة السريعة للخدمات العلاجية وجودة العلاجات وتحسين حياة الأشخاص المصابين بالسرطان من قبل إطلاق برنامج الأدوية لفائدة المرضى دوي الدخل المحدود ورغم المجهودة المبدولة في هذا الاتجاه سواء من طرف مؤسسة للا سلمة للوقاية وعلاج السرطان أو من طرف وزارة الصحة فإن بعض المرضى المصابين بالسرطان لا يستطيعون الولوج إلى العلاج سواء بسبب البعد الجغرافي أو بسبب ارتفاع أثمنة بعض الأدوية وهو ما نرجو أن يتم تسويته قريبا نتمنى ذلك أن اسمهي أبرز الأمراض السرطانية التي يمكن أن تصيب المواطن المغربي نعم سمت فمصادر طبية أكدت أن مرض السرطان الناتج عن التدخين يمثل السبب الأول للوفاية حيث يمثل 30% من المتوفين بالمرض ومن الأسباب الأخرى للإصابة بالداء هناك بعض السلوكية المرتبطة بالتغذية والبيئة والتي تمثل أيضا 30% من نسبة الإصابات إلى جانب أسباب هرمونية وجينية كما أكدت المصادر الطبية أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي تبلغ 36% وعنق الرحم 13% عند الإناث وسرطان الرئى 26% والبروستات 8% عند الذكور في حين أن 40% من الإصابات يمكن تفاذيها فقط بتغيير السلوك وهنا نتحدث عن التدخين ونمط التغذية والسمنة والكحول والتلوت أيضا نعم وإضافة إلى ذلك أنس منظمة الصحة العالمية أيضا تنصح المغاربة بمراعاة جودة التغذية وتجنب التوتر والإرهاق وهذا عامل مهم أيضا حسام تين فقد نصحت منظمة الصحة العالمية المغاربة بالإقلاع عن التدخين وتنول غذاء صحي والحفاظ على النشاط البدني لمقاومة داء السرطان الذي يصب كما سلف الذكر بين 35 ألف إلى 50 ألف مغربي سنويا بينهم 1200 إصابة للأطفال ويعد السرطان أحد أسباب الموت المبكر الذي يتربص بالمغاربة كما تشير الأرقام إلى أنه ينتشر بوتيرة سريعة في البلاد ولا يقتصر على فئة عمرية معينة بل يصيب جميع الفئات العمرية المنظمة أصدرت بيانا حتى فيها المواطنين على تغيير أنماط الحياة من أجل التقليل من فرص الإصابة بالسرطان وهنا أيضا نذكر مثال على ذلك الإقلاع عن التدخين والحفاظ على النشاط الرياضي وتناول الغذاء الصحي ونتمنى الشفاء لكل المرضى والعافية لكل المواطنين المغاربة عودة إليك حسنتي وأضم صوتي لصوتك أنس شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات حول موضوعنا اليوم الذي يتعلق بالسرطان والسبل مكافحته شكرا جزيلا نانس